لو أنت مهتم بأخبار السنوية العامة أول بأول فعلى قناتنا هتلاقي كل ما هو جديد هذه هي قناتنا قناة مصر محمد السيد أونلاين مصادر بالتعليم إعلان أسماء أوائل السنوية العامة في هذا الموعد وتحذير بالغ الأهمية من وزارة التربية والتعليم لطلاب السنوية العامة من مواقع النصب والإحتيال مع عرض لمؤشرات تصحيح امتحانات السنوية العامة ياريت ما ننساش نعمل لايك الفيديو وتشير الفيديو عن تقواس حتى تعم الفائدة ولو لسه مشتركتش بالقناة بادر حالا بالاشتراك بالضغط على الجرس على الكل حتى يصلك منها كل جديد ويلا بينا للتفاصيل قالت مصادر مسؤولة بالإدارة العامة لإمتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه من المتوقع إعلان أسماء أوائل السنوية العامة واعتماد النتيجة السلساء المقبل وأكدت المصادر في تصريح للدستور أنه سيتم إتاحة النتيجة لجميع الطلاب مساء السلساء بالموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم أو صباح الأربعاء على أقصى تقدير ليتم إتاحتها بجميع المدارس السنوية وأشارت إلى أن كونترولات التصحيح تعمل على قدم وساق للانتهاء من عملية رصد وجمع الدرجات بكل دقة حتى يأخذ كل طالب حقه وكشفت المصادر أن كونترولات تصحيح امتحانات السنوية العامة بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورية سيحددون الأوائل على مستوى كل شعبة من الشعب السلاس العلم علوم وعلم رياضة وأدبي صباح غدا الأحد وتعالوا برضو نتكلم عن مؤشرات تصحيح امتحانات السنوية العامة عقدة الفيزياء مستمرة أظهرت مؤشرات التصحيح أن طلاب السنوية العامة حققوا أعلى نسب نجاح باللغة العربية وفروع اللغة التانية ليه جماعة الألماني والإيطاري والفرنساوي والأسباني وهكذا بينما كانت أقل المواد التي حقق بها الطلاب نسب نجاح هي الفيزياء وفروع الرياضة والتاريخ والكيميا والجدير بالذكر أن نسبة النجاح في نتيجة السنوية العامة 2022 تخطط السبعين في المية أي أنها قريبة إلى حد ما من نتيجة العام الماضي التي كانت 74% ونوات المصادر إلى تحذير هام جدا لجموع طلاب السنوية العامة بأنه يوجد بعض الصفحات التي تدعي الحصول على نتيجة السنوية العامة قبل إعلانها رسميا مقابل دفع ولي الأمر مبلغا ماليا موضحا أن هذه الصفحات غرضها النصب وكل ما تدعو إليه غير صحيح بعض المواقع يا شباب عن طريق SMS بيقولوا ويدعوا أنهم ممكن يبعاتوا النتيجة بشرط أنك أنت تدفع 50 جنيه مقابل هذه الخدمة نساس أنك أنت ممكن تأخذ النتيجة بتاعتك قبل إعلانها بـ 48 ساعة لكن وزارة أكدت وقالت أن هذا الكلام نصب واحتيال ودوت بيحصل كل سنة فخلي بالك من عمليات النصب والاحتيال ديت أوضحت وزارة التربية والتعليم أن رابط نتيجة السنوية العامة 2022 على موقع وزارة التربية والتعليم يتم التعامل معه بإدخال رقم الجلوس والضغط على إظهار النتيجة ده كان خبر النهاردة يا شباب اللي نتمنى أن يكون حاس على إعجابكم ويرضاكم ياريت يا جماعة ما تبخلوش علينا بعمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة لو ما كنت لسه اشتركت ويريد برضو تلغط على علامة الجرس حتى يصلك منا كل جديد في حينه وفي وقته ويريد كمان تعملوننا كومنت جميل كده زيكم لضمان التواصل بيننا وإن شاء الله هنكون معاكم في التنسيق ومراحل التنسيق المختلفة في الفترة القادمة بإذن الله